الأكوان المتعددة كما يعرف كل فيزيائي على وجه الأرض هي مجرد تخمين تخمين بلا دليل من الرصد أو نظر مجرد تخيل ثم السؤال من أين أتت هذه الأكوان والكون بلا خلاف بين الفيزيائيين أتى من اللا مكان واللا زمان وبالتالي من اللا صدفة والله عكو هبت من أعجب ما يكون خلاصة الخلاصة الهبت باسم العلم تجارة رائجة في أزمنة الجهل السلام عليكم عندما كان بيرتراندراسل يلقي إحدى محاضراته عن القوانين الفيزيائية التي تحيط بالأرض قامت إليه سيدة عجوز وقالت أن ما تقول هراء فالأرض ثابتة على ظهر سلحفاه فسألها والسلحفاه تقف على ماذا قالت له وهي تسخر من طريقة تفكيره إنها سلاحف على طول الطريق في الواقع هذه السيدة تمثل طريقة تفكير الملاحدة عندما تسأل ملحدا عن الثوابت الفيزيائية التي ظهرت مع كوننا الثوابت التي أتت بهذا الضبط المبهر والحدود الحارجة فإن الملحد سيقول لك هناك أكوان أخرى أكوان على طول الطريق من السهولة نقض هذه الأفكار التافهة لكن المشكلة أن النقض لا يصل إلى جميع من تلبسوا بالخرافة خاصة لو كان من يروج لهذه الخرافة عكاك مثل هذا هناك آلة إعلامية عملاقة هناك فرق إنتاج احترافية هناك عشرات المعدين كل هؤلاء يقفون في صف هؤلاء العكاكون الجدد فأنت من الصعب أن تصل للشريحة الضخمة التي يستهدفها مثل هذا العكاك وللأسف بدأ هذا الشخص مؤخراً ينصر أفكاراً إلحادية ويمهد لأرضية مادية في أدمغة شبابنا مثال على ذلك تلك الحلقة التي بيّن فيها قوة الصدفة ودورها الجوهري نستمع له ماذا يقول مثلاً في أحد التفسيرات الأشهر في ميكانيكا الكم الكون بتاعنا واحد من عدد لا نهائي من الأكوان عيشة في مالتيفيرس فبالتالي احتمالية أن يبقى فيه قون واحد منهم من الأكوان الكتير هذا الكون يبقى فيه السوابت اللي تخلي الحياة بتاعتنا ممكنة أمر شبه أكيد والله هبد بامتياز هل الأكوان المتعددة علم؟ هل المالتيفيرس علم؟ الأكوان المتعددة كما يعرف كل فيزيائي على وجه الأرض هي مجرد تخمين تخمين بلا دليل من رصد أو نظر مجرد تخيل يقول عالم الفيزياء جون بولكنجهورن الأكوان المتعددة ليست فيزياء المالتيفيرس ما هيش فيزياء هي في أحسن الأحوال تصور ميتافيزيقي ولا يوجد سبب علمي واحد يدعو للإيمان بمجموعة من الأكوان مفيش دليل علمي واحد على هذه الفرضية أما الفيزياء اللامع راسل استانرد فيقول لا توجد حتى معادلة فيزيائية واحدة تدعم فرضية الأكوان المتعددة مفيش ولا معادلة فيزيائية واحدة تدعم المالتيفيرس فهي مجرد تخمينات وخيالات والانتصار لهذه التخمينات أمر مربك كما يقول فلسوف العلوم ريتشارد داويد طيب ولما هي فرضية لم تثبت لماذا هي منتشرة بين الملاحدة لأنه ببساطة الإلحاد يعيش في ورطة أمام الثوابت الفيزيائية التي ظهرت مع كوننا ثوابت في منتهى الضبط لو اختل أي ثابت بأقل مقدار لما ظهر كوننا صنع الله الذي أتقن كل شيء فما هو الحل عند الملاحدة؟ افتراض مجموعة من الأكوان وكوننا أتى بينها بالصدفة أي هبت؟ أي عك؟ المدهش أنه لو صحت هذه الفرضية فهذه الأكوان المتعددة هي أكوان منعزلة سابيا كل كون منعزل عن الآخر سابيا كل كون ظهر مستقلا كل كون عبارة عن واقعة مستقلة Independent Event وبالتالي واقعة لا علاقة لها بسابقتها وطالما أنها أكوان بهذه الصورة فلا تبنى عليها قوانين الاحتمالات ولا الصدفة لأن كل كون واقعة مستقلة تماما عن الأخرى وهذا سيطرح إشكالا أعمق وهو أن لكل كون تصميمه الخاص فأنت لم يعد أمامك كون واحد بثوابت فيزيائية وإنما أمامك جملة أكوان لكل منها إبداع خاص وإلا ما ظهرت هذه الأكوان وربما بعض ثوابت هذه الأكوان تفوق في دهشتها الثوابت في كوننا فهذه إلزامات أكبر على الملحد إذن أيها العكاك الأكوان المتعددة لم تحل مشكلة الضبط الدقيق وإنما طرحتها على أبعاد أخرى ربما العقل البشري لا يستطيع أن يستوعبها ثم السؤال من أين أتت هذه الأكوان الأكوان المتعددة لها بداية فهي ليست أزلية إذن لا بد من مسبب وكما يقول الفيزيائي ألينجوث وهو من أحد أكبر داعمي فرضية الأكوان المتعددة يقول الأكوان المتعددة ستبقى لها بداية نستمع له ماذا يقول ستبقى هناك صدقى هناك ستبقى هناك بداية وكان المتعددة ستبقى هناك بداية لهذه الأكوان المتعددة إذن عندما تطرح فرضية الأكوان المتعددة في برنامج شهير لأحد الشباب زي الدحيح من أجل التشكيك في الإتقان المبهر في كوننا فهذه جريمة جريمة بحق العلم لأنه لا علاقة لهذه الفرضية بالعلم وقبل ذلك هي جريمة بحق الدين لأنه يروج لفكرة إلحادية بائسة يحاول من خلالها التخفيف من ضغط الأذلة الدينية تخيل شخصا يفترض مليارات مليارات الأكوان حتى يقوم بالهروب من إلزام الضبط الدقيق في كوننا والمصيبة أنه تدفع الأموال من خزائن قنوات بلادنا الإسلامية للإنفاق على هذا العك وعلى هذا العكاك ثم دعوني أسأل من وضع هذه الفرضية هل هذه الفرضية تجيب عن حج إيمانية واحدة يقدمها المؤمن كحجة النبوات لماذا هناك أنبياء كحجة الدين لماذا الدين لم يفارق البشرية لماذا دائما هناك معبد وتقوس ورموز لماذا هناك فطرة ووخز ضمير أخلاقي لماذا هناك أخلاق لماذا هناك حدوط حرجة لحظة الخلق الأولى لكل الموجودات هل الأكوان المتعددة تجيب عن سؤال الإيجاد من اللا زمان واللا مكان كما حصل مع كوننا معجزة خلق الحياة ما لا حصر له من الأدلة هي فرضية سخيفة لا تجيب عن شيء وعشان تعرفوا قد إيه يا سخيفة لو أنا سألتك من أين أتى هذا الغلام الجميل ينفع تقول لي له إخوة آخرون كثر ربما بعضهم يكون قبيحا هل أنت بهذا أجبت؟ من أين أتى هذا الكون الأنيق؟ تقول ربما هناك أكوان أخرى إجابة سخيفة على سؤال عقلي ومنطقي يقول كريستيان جوف لو حاولت أن تغرق السمكة بكل المحيطات فلن تغرق لأن السمكة ببساطة تتنفس في الماء لو أغرقت كوننا بمليارات الأكوان ستبقى الإلزامات والحجج التي نقدمها حية تتنفس وكل كون جديد يزيد الإلزامات تعقيدا بالمناسبة وحتى أختم هذه النقطة ليس هناك مانع عقلي ولا شرعي من افتراض وجود أكوان أخرى فالله عز وجل هو رب العالمين الحمد لله رب العالمين لكن التدليس أن تستخدم هذه الفرضية في إضعاف حجة الإتقان في كوننا ولا تنس أن كوننا أتى بثوابت خاصة وليس مبنيا على كون آخر كما فصلنا فكل كون مستقل سببيا عن الآخر بالمناسبة من يقول بالصدفة في لحظة ظهور كوننا هذا شخص يجهل معنى الصدفة فالصدفة تشترط زمان تحدث خلاله أثرها وتشترط أيضا مكان تقوم فيه بإنتاج مفعولها فلازم عشان الصدفة تحصل يكون عندنا زمان ومكان والكون بلا خلاف بين الفيزيائيين أتى من اللا مكان واللا زمان وبالتالي من اللا صدفة فيه برضو حتة صغيرة بيلعب بها الدحيح وهي إنه بيعتبر أن هذا الكون وهذه الثوابت الفيزيائية ممكنات عقلية وبالتالي نجري عليها القوانين الاحتمالية الممكن العقلي يعني حاجة طبيعي إنها تحصل طيب وهل كانت هناك طبيعة أو عالم مادي أتى منه كوننا الكون كما قلنا باتفاق الفيزيائيين أتى من اللا مكان وبالتالي فلا دور للممكن العقلي في الموضوع دراسة مفاهيم الصدفة والاحتمالات لا تكون إلا في الممكن العقلي لغة الاحتمالات تكون فقط في الممكنات مستحيل عقليا أن يظهر كون من اللا زمان واللا مكان فظهور كوننا ليس ممكن عقليا وبالتالي لا دور للصدفة ولا الاحتمالات في الموضوع بالمناسبة أيضا نشأة الحياة نفس الكلام نشأة الحياة لا تقع في إطار الممكن العقلي لأن كل البشر بكل طاقتهم ومعاملهم وعقولهم لم يستطيعوا أن يوجدوا ولو أبسط صور الحياة وبالتالي من باب أولى لا يقع هذا الأمر في بيئة الأرض البدائية العشوائية بالصدفة فظهور الحياة ليس ممكن عقليا وبالتالي لا يقع في باب الاحتمالات الحياة نظام معلوماتي وليست نظاما ماديا نظام بيقوم على التشفير تشفير المعلومة قبل أن تظهر في الجينوم إذن ظهور الكون لا يقع في إطار الممكن العقلي وكذلك نشأة الحياة وبالتالي لا علاقة لهما بمفهوم الصدفة الفكرة التي ظل هذا الشخص حوالي ربع ساعة يمهد لها في حلقته أن الاحتمالية النادرة والصدفة المستبعدة ممكن تحصل طبعا كلام غير منضبط وغير متصق وحساباته أغلبها غلط حتى لما حسب نسبة اللعب في الأهلي أو الزمالك بنسبة واحد إلى اثنين مليون كانت حسبة غلط لأنه ثبت ثابت معين وهو أنه في متوسط حياة الإنسان فرقة الأهلي لن يحصل فيها أي تغير والحسبة الأقرب للواقع أن كل كم شهر بنلاقي تشكيل جديد ظهر في الأهلي أو الزمالك فلو أعدنا الحساب هنلاقي النسبة أل من واحد لمئة ألف مش زي ما هو تخيل واحد لاثنين مليون لكن الأغرب من كل هذا أن الدحيح أدخل مفاهيم الأسواق المالية في قوانين الاحتمالات ومن المعلوم أن معاملات الأسواق المالية ومعاملات البرصة من أشد المعاملات تعقيدا فالدحيح لعب لعبة غريبة أنه استخدم معامل واحد فقط وحطه على البل كيرف وقال لك أن نتيجة معينة مستحيل تحصل على أرض الواقع لكنها حصلت واللعبة الغريبة هنا أنه تجاهل بقية المعاملات واللي ممكن أي معامل منها يغير المنظومة المالية بأكمالها ممكن حدثة بسيطة في أحد حقود النفط أو مشكلة سياسية بسيطة تمهد لتغير جذري في أسعار النفط العالمية وبالتالي تغير كل مؤشرات البرصة في العالم فالنظم التي بها معاملات كثيرة معقدة ما ينفعش أخذ معامل واحد بس واشتغل عليه وأقوله النتيجة المستبعدة حصلت أنت كده بصراحة بتدلس لابد من وضع كل المعاملات في البل كيرف طالما أن كل هذه المعاملات تؤثر على هذه المنظومة يعني مثلاً في 2007 مشكلة الرهن العقاري في أمريكا الرهن العقاري اللي هي قروض شراء المنازل هذا معامل واحد هذا المعامل أدى إلى انهيار مالي عالمي والنظام المالي الحديث يمتلئ بالمعاملات المفخخة ممكن أي معامل يدمر المنظومة في أي لحظة ودي أحد عيوب النظام الرأسمالي القائم على الربا وبالمناسبة أي حد عاوز يقرأ عن عيوب النظام الرأسمالي ولماذا تقريباً كل عشر سنوات يحصل انهيار مالي عالمي أنا أصيه بقراءة كتاب فخ العولمة كتاب رائع في توصيف هذه القضية رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو المهم أن نظام الأسواق المالية العالمية نظام معقد جداً يمتلئ بالمعاملات الكثيرة ثم تخيل مشكلة الربا في هذا النظام وكيف أن الربا يقوم بتضخيم المال بحسب الزمن وليس بحسب الإنتاج الحقيقي مجرد تضخيم رأس المال تضخيماً وهمياً ولذلك جاك شيراك رئيس فرنسا السابق كان يقول أن النظام الرأسمالي نظام يشبه الإيدز خلاصة هذا الكلام أن دراسة الأسواق المالية ذات المعاملات الكثيرة المعقدة لا يصلح معها إطلاقاً دراسة معامل واحد فقط نظام الأسواق المالية يمكن استيعابه من خلال نظرية تأثير الفراشة البترفلاي فكت اللي هي نظرية الفوضى كيس ثيري يعني إيه نظرية تأثير الفراشة؟ هذه نظرية بتقول باختصار أنه في الأنظمة المعقدة مجرد اهتزاز جناح فراشة في أحد المناطق قد يؤدي لأعاصير مدمرة في منطقة أخرى من العالم تغير بسيط في بعض المعاملات في الأنظمة المعقدة قد يؤدي لتغير كل شيء وأحد الأمثلة على هذه النظرية الأسواق المالية شوفوا بقى الحتة التي أذهلتني من كلام هذا الصخص سباسشن مالابي بيقول الآتي بيقول إن أحد مؤشرات سوق الأموال اسمه S&P 500 Futures وقع وقع في 19 أكتوبر سنة 87 كان احتمالية حدوث هذه الوقعة 10 أس سالب 160 عزيز المشاهد احتمالية إن حاجة زي كده تحصل 1 على 1 جنبه 160 صف ده رقم صغير جداً صغير جداً جداً 10 أس سالب 160 رقم مبهر أي رقم أكتر من 10 أس خمسين مستحيل رياضي أي رقم أكتر من 10 أس تمانين مستحيل في النظام الكوني بأكمله فأنا بصراحة تعجبت من هذا الرقم عندما ذكره هذا العكاك ما حصل يوم 19 أكتوبر من عام 1987 أو ما يعرف بالإثنين الأسود في هذا اليوم حصل انهيار للأسواق المالية العالمية فهل بالفعل ما حصل كان مستحيلاً بهذه الدرجة 10 أس سالب 160؟ والله عكو هبد من أعجب ما يكون ما حصل في ذلك اليوم كان متوقعاً أصلاً فهناك مشكلة ظهرت في البنوك في هذا الوقت وهي مشكلة المحافظ التأمينية وعدم السيولة والمبالغة في القيمة ولذلك ما حصل في ذاك اليوم كان أمراً غير مستبعد فكيف يقول هذا العكاك أن ما حصل كان مستحيلاً بنسبة 10 أس سالب 160؟ بحثت عن مصدر لهذا الرقم وحصلت على الكتاب الذي نقل منه هذا العكاك هذا الرقم وبالمناسبة اسم الكتاب قذر لكن كالعادة لا تعليق من الدحيح على هذه الأمور المفاجأة أن الرقم مكتوب دون أي مستند إحصائي ولو لمعاملين اثنين مش هقول لكم 20 أو 30 معامل لما حسبش حتى معاملين اثنين المعامل الوحيد الذي استخدمه هو القياس على ما حصل في أعوام ماضية حاجة في منتهى السخف ولم يتعرض الكتاب مرة أخرى لتفصيل ذكر هذا الرقم بهذا الشكل الغريب رقم عار من أي برهنة إحصائية تحليل أحادي لمعامل واحد وهذا لا يصح إطلاقاً في نظام معقد كالأسواق المالية التي بها مئات بل وآلاف المعاملات للأسف الذحيح أي بحث طالما بالإنجليزي يبقى موثق وده مشكلة كبيرة عند بتوع العلوم الشعبية الغريبة أن نفس الكتاب نفس المصدر في نفس الصفحة بيعترف أن ضبط النظم الإحصائية الاحتمالية في الأسواق المالية بلا جدوى لأنك تقيس معامل واحد في نظام مليء بالمعاملات والمؤلف أيضاً ذكر في نفس الكتاب صفحة 104 أن ما حصل في ذاك اليوم كان للمحافظ التأمينية دور فيه وطبعاً هو تجاهل هذا المعامل لما حسب حسبة العشرة قص سلب 160 يعني الكتاب يرد على نفسه بنفسه بالمناسبة صحيح موضوع الينصيب موسيقى اللي قاعد هذا العكاك يتكلم عنه الحلقة كلها الينصيب هو الميسر وهو محرم بالقرآن والسنة والإجماع هو من الكبائر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزدام ورجس من عمل الشيطان للأسف بيتكلم عن الينصيب وكأنه محتاج فهلوة بغض النظر هل هو حرام أو حلال؟ يعني مش كفاية إنك بتبوز المفاهيم المعرفية عند الشباب وكمان عاوز تبوز المفاهيم الأخلاقية بصراحة انت كائن غريب نسأل الله أن يكفي الناس شرك خلاصة هذه الحلقة الأكوان المتعددة ليست علم الأكوان المتعددة محاولة يائسة لملاحدة بائسين لو سلمنا بصحة فرضية الأكوان المتعددة فكل كون منعزل عن الآخر وبالتالي لا علاقة لها بقوانين الاحتمالات لكل كون ثوابته المستقلة وإلا ما ظهر فرضية الأكوان المتعددة لا تجيب عن سؤال من أين جاءت هذه الأكوان الأكوان المتعددة لها بداية لا علاقة للصدفة بنشأة الكون لأن الكون أتى من اللا زمان واللا مكان وبالتالي من اللا صدفة ظهور الكون وكذلك ظهور الحياة ليست ممكن عقلي وبالتالي لا تخضع لقانون الاحتمالات يستحيل يظهر كون من اللا زمان واللا مكان وبالتالي لا دور للاحتمال الصدفوي في الموضوع فالاحتمال الصدفوي فقط في الممكن العقلي فالكون بكلمة واحدة نتاج خلق وأخيراً هذا العكاك استخدم نظام الأسواق المالية لتقريب الاحتمالات البعيدة مستخدماً معاملاً واحداً ومتجاهلاً بقية المعاملات خلاصة الخلاصة الهبد باسم العلم تجارة رائجة في أزمنة الجهل سيبقى الاحتمال المستبعد مستبعداً والاحتمال المتوقع متوقعاً والاحتمال القريب من المستحيل قريباً من المستحيل ويبقى هذا الكون معجزة والحياة معجزة وكل ما في الوجود إتقان مبهر من لدن حكيم خبير قبل من قبل وأبى من أبى وفي الأخير نسأل الله أن يهدي هذا الشاب وأن يصلحنا وإياكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة